تفتكر تحمس له التحمس ده كله منين يعني يعني جات له منين حالة الحماس الشديدة تجاه الراحل نجيب محفوظ ولا هو كان حقيقة دي يعني شخصيته واضحة ومفروضة على الكل فأي حد كان هيتعامل معايا وقتها كان هيعرف إمته قد إيه وكان بالتالي هينباهر بيها فبالتالي أكيد هيتمنى يبقى بيساعده يبقى بيعمله أي حاجة يبقى رفيق لطريقه يبقى بينشر له كتبه يعني جات منين الحماسة دي شوفها حراكة وطبعا في الكلام ده كان تقريبا الرواية التانية أو التالتة للأستاذ نجيب محفوظ فما كانش لسه كان لسه في أول مراحل الرواية الفرعونية ما كانش لسه بقى نجيب محفوظ ما كانش لسه دخل بقى المراحل التواهج بتاع الرواية الواقعية وغيره لكن حتى في هذه المرحلة بدايات مع الرواية الفرعونية كانت واضح الموهبة وكانت فيه جايزة بتقوم بها سيدة عظيمة جدا كانت بتقدم هذه الجايزة في وقتها الاكتشاف الأدباء الشبابة قبل التواهج الاجتماعي قبل بقى كل الحديث فلما الرواية طبعا تاخد جايزة ذات قيمة فهنا انتبع عبد الحميد الصحار أن هناك رواقي موهوب فيما وهبة هنا فلما اتعرف به وبدأ يقرأ رواياته اقتنع به واعتقد كمان العلاقة الشخصية والصداقة هنا بتبين مدى معدن هزو الشخص بدليل ان هم استمروا لسنوات وانتقل كل ما بيغير يعني جيب محفوظ غير مراحل إبداعاته من الفرعوني للواقعية لروايات أجيال لغيره لغيره استمر هذا الاقتناع بينه وبينه شيره سنين طويلة جدا واستمر يعني هي شلة الحرفيش اللي كان من ضمنها نشره والأديب عبد الحميد الصحار كانوا بيلتقوا اسبوعيا ودي كانت ميزة برضو موجودة يعني أنا ركزت عليها في الرواية فكرة المناقشات اللي كانت بتضربها بينهم ايه تأثير هذه المناقشات على إبداعاتهم وده الجزء اللي قايم عليه الكتاب الجزء البحسي اللي اعتقد انه هو بيقدم شيء مختلف تماما عن الرؤية الأحادية وهنا نقطة مهمة جدا دائما الرؤية الأحادية بتورينا منظور واحد بس لو احنا خدنا مثلا أستاذ نجيم محفوظ هننظر إليه أعماله الإبداعية بنظرة واحدة عبد الحميد الصحار نظرة واحدة لكن ماذا لو نظرنا إليهم هما الاتنين مع بعض وهي دي النقطة اللي قايم عليها الكتاب الحقيقة يعني عجبني كذا حاجة في العلاقة اللي كانت حصلة ما بينهم أولا عجبني فكرة انه يمكن ده كان موجود زمان بشكل كبير جدا انه واحد لما كان بيشوف موهبة اي انسان ناجح او اي حد كان محقق نجحات لما كان بيشوف موهبة كان دايما بيتبنيها وكان دايما يبقى متحمس لها بشكل كبير جدا فكرة انه هما مش بس يكونوا على المستوى الأدبي هما ناجحين انما كاملين على المستوى الإنساني هما فهمين بعض وعارفين بعض وقدرين انه هما يكملوا مع بعض عايز أعرف شوية أسرار في العلاقة دي يعني أسرار روئية زي ما قلت حضرتك في عنوان الكتاب عايز أعرف شوية أسرار ليه علاقة بالسحار وبمحفوظ هو الأسرار الرؤية في الكتاب وهو عنوانه منقسم إلى جزئين جزء إنساني وجزء أدبي الجزء الإنساني بتجد فيه زي ما قلت الحضرتك بعض المواقف اللي هي تقريبا يمكن عدد كبير من الناس مش عارفها أو فيه أجيال تكاد تكون ما تعرفهاش وهي دي نقطة مهمة جدا تسليط الضوء عليها زي ما قلت الحراك موقف مثلا اللي حكيته من شوية عن رواية رادوبيس لكن مثلا فيه مواقف أخرى فيه مواقف مثلا كان في هذه الفترة الأربعينات وفترة الاحتلال كان فيه رقابة على المطبوعات من الاحتلال الإنجليزي فكان أي كتاب يطبع لازم يروح لرقيب علشان يبدأ أن هو يوافق عليه أو كده كان المسؤول عن هذا الموضوع كان عبد الحميد الصحار بصفته النشر فكان بياخد هو رواية نجيب ويروح للرقيب فبعض الرقابة أياميها بقى مثلا رواية الفرعوني كان فيها ملك وكان في رقصة في أحد الروايات فالرقيب هنا قال ده قصده الملك فاروق وكده وكلام من ده فكان يستبعد القصص دي فراح عبد الحميد الصحار وبيقول في مذكراته إنه راح علشان يضحك على الرقيب ويقول له ده قصة تاريخية ده فرعون كان موجود ده هو نجيب مش قصده ده وإحنا ما نقدرش نغير في النهاية بتاعتها علشان ده قصة تاريخية والحقيقة مش كده هو نفس عبد الحميد بيقول كده فهو يروح يدافع عن رواية نجيب محفوظ حتى لا يحسف منها شيء لأنه مقتنع بيبداعيا فيروح يتكلم ويدافع لحد ما تطلع الرواية ويقنع الرقيب إنها قصة حقيقية لفرعون حقيقي ودي مش حقيقة طبعا وهو عارف كده فمثلا ده موقف إنساني أنا بعتبره مهم جدا ترجمة نانسي قنقر